في موضوع آخر ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري بأكثر من الضعف منذ بداية العام فيما أعلن رئيس الوزراء الإسباني عن خطط للقيام بزيارة الأسبوع المقبل إلى غرب إفريقيا التي انطلق من شواطيها عدد كبير من القوارب المليئة بالمهاجرين نحو الأرخبيل الإسباني وتظهر الأرقام أن أكثر من 22 ألف مهاجر وصلوا إلى الأرخبيل حتى 15 من أوسطس مقارنة مع نحو 10 ألف مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2023